اليوم بنتكلم عن سيف ذي الفقار سيف ذي الفقار فيه هو وايد غلط شائع عنه ألا وهو هذي السيف تقريبا هو الانتشار الصورة مالتا والرسمة مالتا هذي السيف المعروف في التاريخ الإسلامي أو عند الجميع أنه هذا هو سيف أحسنت الأفلام المسلسلات الموروث الشعبي كلهم عندهم اللهوة سيف ذي الفقار يصير له حد أولا لا اسم ينطبق عليه ولا كفعل عملي ينطبق عليه أول شغلة هنا اليوم السيف صنع في حزات الاستخدام الصحيح يعني مش للحروب المعارك مش لأجل مثلا الزينة أو المباهى زين اليوم إذا ينا شفنا هذه ذي المنطقة اشتعني حق السيف أبدا لا لها لا فائدة لا يعني في واقع السيف ما هي في الحروب ما منها أي فائدة ما منها أي فائدة يعني بتاتة ولا أنا مثلا تكسر ولا تكسر السيف ولا أنا بنتظر أن السيف هي مني علشان أشوف فما لها أي واقع بتاتة حتى في الطعن ما بتأثر إذا قطع له قطعتين يعني هذه اللي هو بخصوص السيف اللي هو الخاطئ اللي أنا أعتبرها الخاطئ طبعا هذه النظرية أثبتت إيه قاعدين تكلمونه في بحوث وإن شاء الله في بحوث جدا قوية رح تتكلم عن هذا الموضوع يعني إن شاء الله وهذه نشرت أو؟ لا رح تنشر رح تنشر إن شاء الله رح تنشر إسلامية عريقة إيه وفي كتاب بعدهم أو مؤلفين مؤرخين ماشين عن هذه السؤال في يعني إي نعم اليوم هذا السيف المعروف وهذا السيف المنتشر أنه هو سيف ذو الفقار ذو الفقار إي نعم لكن مو هذي نشوف سيف الحقيقي سيف الحقيقي ذو الفقار الله هو يصير يطول العمر بهذه الطريقة هذي ذو الفقار لا فقرات 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 تي من بداية السيف إلى نهاية السيف ذو الفقار فقرات فقرات هذي المسمى مالا إزين إيهنا اليوم إذا ينا شفنا هذي هي لها في استخدام السيف الأصلي لها استخدامات عدة تخدم السيف وتخدم في القتال نفسه أولا هذي تصد الضربات تقلل كأنك بالضبط اللي هو شون سيارة المرتفعات قعد أنت تقلل الضربة يعني ما السيف يضرب هنا أحسنت روح تقلل الصدمة وتشتت العدو وشي الفرق مثلا بين هذي السيف ذو الفقار وبين السيف اللي هو يعني مثلا حين اليوم الحد بينزل عليه السيف لأن سادة مع سادة فبينزل يمكن أنه يفلت أو شي بس بهذه الطريقة لا روح يقلل الصدمات وروح يشتت الضربة يعني روح يشتتها لأن خلاص حد عن مسارها على وعلا ذي فعلا هذي هو الاستخدام الأمثال حق السيف الزين على وعلا ذي هنا هذي لنسيوف ترى من موروثنا الشعبي البحريني والخليجي والإسلامي يعني هذي مو شغلة مستحدثة شغلة قديمة هذي من فئات اللي هو سيف ذو الفقار اليوم الله يحفظ جلالة الملك عنده سيف نصيف من نفس الفئة من فئة ذو الفقار يعني اللي هو مفرط عندنا رحمة الله عليه شيخ زايد عنده قردة أم الارقاب هم بعد من نفس الفئة يعني أولا صعوبة تصنيعة صعوبة تصنيعة لأن أنت تخيل أن هذه الفقارات هي خاصة في الفاترة القديمة كانت بالتطريق يعني لابد أن يكون صايغ هذه النصل لابد أن يكون جدا 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 محترف علشان أن يحددهم لك بحيث أن تكون هنا هنا نسميها هذه الشعرة هذه المنطقة نسميها شعرة بحيث أن شعرة السيف لابد أن تكون متصلة مو متقاطعة فكان قلة الانتاج فيه وقلة الحداد اللي يشتغلون فيه بحيث أن يطلعون بهذه الكواليتي على وعلى ذي بيكون سعرة أكيد أعلى من ذيك الفاترة اليوم أنا لو بغيت أسوي لسيوف العادية ممكن أنا أقدر أطلع لي عشرين سيف بحيث أن أنا ما أقدر أطلع لي سيف واحد من ذي ذو الفقار ذو الفقار أتكلم عن من شهر ونص إلين شهرين إن شاء الله السيف الأطيادية لا السيف بشكل عام يعني بشكل عام المتوسط ما له هذين من السيف ذلك المميزة لا تبطع عليه يمكن بتطلع لك في الأربعة أشهر قطعة لو قطعتين بس مو أكثر وهنا صناعاتنا ما قاعدين نستخدم الآلات الحديثة يعني ما قاعدين نقصها مثلا بالوترجيت أو بالآلات لا قاعدين نستخدم الطريقة البدائية القديمة اللاهو بالتطريق وبالفحم وإلى آخر دخلنا اللاهوة للتمليس فقط بس النمو التصنيع كتصنيع هي سيف ذو الفقار فيه أشكال ثانية من أننا منسل فيها إيه نعم اللاهوة فيه هنا عندنا لسيوف هنا في منطقة الخليج انبنت على نوعين ذو الشعرة وذو الشعرتين ذو الشعرة اللاهوة هذي اللاهوة يكون من جهة واحدة المنتشر فيها في عندنا في البحرين في الكويت في السعودية اللاهوة كلها الشعرة الواحدة النوع الثاني اللاهوة هنا نسميه الغدارة أو الكتارة في لها عدة مستميات ولكن نفس هذي الفئة وهذي أعتقد مشهورة في الإمارات مشهورة في عمان في المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية هذي السيف فأعتقد للحياء للحياء هذي الحروب اللاهوة يكون الراجل أي سيف مستقيم أي سيف مستقيم هو للراجل يكون وايد أسهل له من المقوس هذي تقريبا نسخة من سيوف المغفور للشيخ زايد رحمة الله عليه تطلق عليهم من موروث الشعبي وقديمة وفي منطقاتنا بهذه الطريقة بس هذي من نفس فئات ذو الفقار من نفس الفئة من نفس الفئة أي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر